أهلا وسهلا فيكم من جديد وتعظيم دور المرأة ومكانتها قضية عالمية وفي شتى القطاعات والقطاع الصحي من عواميد رفعة الوطن والمرأة العربية تحديدا حجزت مقعد في أهم المجالات الطبية وعلى مستوى رفيع المؤتمر الأول بالوطن العربي للطبيبات الأردنيات ومدى تميز الطبيب الأردنية على المستوى المحلي العربي والعالمي عنوان فقرتنا التالية مع ضيوفنا الدكتورة ميسا مع كروش والدكتورة ميسر زعب أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير أهلا وسهلا فيك دكتورة دكتورة نحن صدفناك السنة الماضية نحكي عن مؤتمر الطبيبات الأردن الأول اليوم نستضيف لك نحكي عن مؤتمر الطبيبات العربيات الأول وهذا يعني يضيف للأردن شيء كبير نحن نتباهى بقطاعنا الطبي وقطاعنا الصحي وطبائنا وطبيباتنا أيضا ولكن دور طبيباتنا اليوم في هذا المؤتمر سبب انعقاده أو قيامه وماذا سينعكس من خلال مخرجاته على الأردن وعلى أرض الواقع أوشي صباح الخير للكم ولتلفزيون الأردني اللي دائما في الصدارة وتحياتي لكل مشاهدين الكرام تحياتنا لكل أفراد القطاع الطبي من مختلف أماكنهم وكافة مؤسساتهم للأطباء والطبيبات للصيادلة والتمريض والمختبرات وكافة الفنيين وكل الزملاء بالقطاع لأنهم هذول جنود الوطن البيضاء اللي أثبتوا أهمية وجودهم على الساحة بجائحة السابقة ستي العام مؤتمر طبيب الأردنية كان بادرة ولفتت نظر كافة الزملاء والزملاء في العالم العربي فأصبحنا أكثرات وين ما نروح في المؤتمرات بيطلبوا الطبيبات العربيات يكونوا معنا بالمرات القادمة من هون إجت فكرة أنه جمع الطبيبات العربيات معا على أرض العزم عمان يعني في عدة أهداف أول إشي ممكن من ننطلق من هون ببدأ رابطة عربية للطبيبة العربية وهيكا إحنا من قوي أواصر الترابط الوطني وتبادل الخبرات وبالتالي منحقق رؤية جلالة الملك بتمكين المرأة وتفعيل دورها بالتطوير الاقتصادي وحقيقة دور المرأة لا يقل أبدا لأنه إحنا عنا طبيبات بأعداد كبيرة جدا طبيباتنا تميزوا على مستوى محلي إقليمي وعالمي طبيباتنا بمختلف التخصصات قطعوا الخط الأحمر وتجاوزوا وجودهم بتخصصات البسيطة والسطحية وأنه يظلوا طبعا أو يمشوا أكثر شوي لا هم يبدأوا يدخلوا ببعض التخصصات اللي بدها مجهودات كان سابقا يروج بأنها ذكورية فقط ولكن مع الوقت تري بأن الشخص بغض النظر الدكتورة أو الدكتور هو بحاجة إلى العقل وليس العضل لإتمام أي عملية بصورة مميزة تحت رعاية سمو الأميرة دينا مرعد يعطيها ألف عافية طول عمرها سنة ونحسبها على الطبيبات لأنها اشتغلت بقطاع الأورام والسرطان وصارت رئيسة عالمية لجمعية مكافحة السرطان معنا مساهمات كثيرة هالمرة شوي أكبر من المرات السابقة من رياديات معالي وسيدات مميزات وقضاه ورئيس الدوان التشريع وكثير من السيدات الرائدات في الأردن لأنه انتبهوا حقيقة إلى أن الطبيبة الأردنية كمان جزء من المرأة الأردنية حيث سابقا بكافة العمل على تمكين المرأة والقطاعات يمكن ظن منهم بأن الطبيبة لا تحتاج أكثر إلى إبراز دورها ولكن الآن أصبحوا بالصورة بأن حتى الطبيبة بحاجة أن يركز على دورها عالميا وجود المرأة في المواقع الحساسة وعلى طاولات صنع القرار أثبت أنه بقلل تكلفة بزيد الإنتاجية وبتكاليف أقل وبنزاهة عالية وحقيقة والله هاي دراسة هي دراسة ولكن لازالت المرأة غائبة أحيانا في بعض المواقع ولازالت المرأة أندر بيد أقل دفعا لنفس العمل الذي تقوم به هي وزميلها دكتوريا ميسا بصراحة نحن فخورين فيك أنك اليوم تشجعي سيدة مثلك وبتشجعي النساء على موضوع لهم يتطور ويثبت وجودهم وهذا يستقطع بالسياحة العلاجية لنحن نحكي بتفاصيلها أكثر لكن دعني أنتقل للدكتوريا ميسا والذي بدأ لك مبروك حصولك على الامتياز ويعني إحنا كمان الطلاب ساهموا بإقامة مثل هكذا مؤتمر نحكي عن تجربتك من خلال اللجنة التنظيمية وشو أضافت لك؟ بصراحة كانت تجربة رائعة وجميلة جدا استطعنا من خلالها اكتساب وتنمية الكثير من المهارات المهمة الشخصية والمهنية وأصبحنا نقدر أكثر المواضيع التي ستطرحها مؤتمرنا وأصبحنا تجسيدا لها مثلا موضوع تمكين المرأة ودورها في القيادة وكذلك أخلاقيات المهنة وعدم التعدي على غيرها من المهن مثلا نحن اللجنة التنظيمية تتضمن بملاء يقل عن عشر طبيبات من جيلي أنا واستطعنا أن نقوم بواجبات تنظيم هذا المؤتمر من الألف إلى الياء صراحة بشكر خاص للدكتورة ميسم والطبيبات من جيل الدكتورة ميسم الذين قاموا بأشرافنا وتوجيهنا في هذه التجربة نعم يعني دكتورة ميسم أول مدخلتي وعم نتحدث عنها تحت الهواء ركزت لنا على موضوع سياحة العلاجية وتحدثت أن هذا الموضوع أساسي ومطروح من خلال أهداف هذا المؤتمر اليوم الأردن كان متقدم بشكل كبير بموضوع السياحة العلاجية نحن ما زلنا من الدول التي تحظى بحصة جيدة جدا بموضوع السياحة العلاجية ولكن تراجعت عن قبل اليوم كيف نرجع الأردن إلى الصدارة بالسياحة العلاجية من خلال مؤتمركم والأردن لا ينقص شيء من خبرات أطباء من خلال آلات معدات أجهزة والخبرة الطويلة لأطباءنا الموجودة ومستشفياتنا أيضا ستي أول إشيء الأردن يمكن من عمر المملكة من لما بلش الطب فيها بقوة بالثلاثينات وهو كان ملاذ لكافة الأهل العرب اللي بيجوا يتعالجوا ويستجدوا الطبابة والاستشفاء في الأردن كان أطباءها مميزين أسسوا المستشفيات وابتدأ العمل الطبيبات كنا أيضا موجودات من الثلاثينات على الساحة الطبية وكان عنا بمختلف تخصصات يعني إحنا كان عنا رابع طبيبة في العالم بجراحة الصدر نحنا عنا أول طبيبة بتاخد بورد أمريكي بجراحة اللثة نحنا عنا طبيبات بكافة تخصصات كانوا مميزات عالميا وأطباء مميزين ومستشفيات وخدمة ونزاهة ولا تنسي الشعب الأردني مضياف والترحاب عنده كان بجذب كل الإخوان العرب واللي بيجي مرة ما بيقدر يروح غير على الأردن تغيرت الظروف أول شيء الظروف السياسية أدت إلى شوية تقييد الدخول للأردن من خلال بعض الفياز وأعطاء الموافقات بعض الناس بتقول أنه المناطق الثانية أرخص فيه علاج موجود أقل ما بدنا ننسى الإعلام الإعلام يا أحلى إعلاميين لم يعد ورق وأقلام الإعلام أصبح فضاء فضاء تجيب العالم فأنا بدل ما أركز على 99% خصلة كويسة بقطاعي نأخذنا الإشي تسهل عن باخر النص أو الواحد بالمية وبعمل عليه قصة وهو الليلة السبق الإعلامي يجب أن يكون فيه دعم عجلة التقدم في البلد وليس سحبها إلى الوراء إحنا لازم نحكي عادة بقول لك الجرح بالكف وإذا الواحد إن بليتهم فاستتروا فإحنا أمير كف فيها نسبة وفيات عالية جدا بسبب الأخطاء الطبية عندهم نسبة أخطاء طبية بكل دول العالم مهولة لكن لا نرى هم يحكوا بهذه النقاط السلبية ولكن دائما إيجابيين وبيحكوا بالإبداعات نحن كإعلام دائما نحكي نحن ننقل ما يجري في الوطن ولكن نحن نعطي الرأي والرأي الآخر دائما نحن دائما الرأي الآخر مغيب وهذا ما جرى في الآونة الأخيرة بالنسبة للقطاع نحن دورنا ننقل ما يجري ولكن دائما الأراء لازم يكون مطروحة نكون مطروحة بالطريقة الصحيحة فبالمؤتمر لدينا جلسات خاصة جلسة تطرح كافة الكفاءات الأردنية التي تميزت على مستوى الشرق الأوسط وستقيني لسه لدينا كثير إجراءات نحن السباقين فيها بالمنطقة المحيطة كاملة من مختلف مؤسسات الوطن إن كان الخدمات، إن كان وزارة صحة مركز الحسين، القطاع الخاص، الغداد بكل المؤسسات والمعاهد التعليمية الجامعات أدي إجانا حالات إن عملت بالجامعات بالأردن بمميزة وحقيقة مش موجودة بالمناطق المحيطة وممكن نجذب فيها كل العرب إحنا إذا فعلنا بهذه الجلسة طبعا نحن داعين عليها كل الملحقين الطبيين بالسفرات العربية داعين عليها كل السفرات اللي في من عندنا ضيوف نحن مؤتمرنا بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية للأطباء وجمعية حوض البحر الأبض المتوسط لمكافحة السرطان ورح يكونوا سفراتهم ورح يكون أطباء من عندهم ورح يكونوا الملحقين الطبيين نهرز هذه الكفاءات إحنا الطب في الأردن متوفر آمن وبأسعار معقول إذن لازم نركز على هذه الأفكار وهون بيجي الدور أني بروج للي أسعاره ضمن تسعيرات وزارة صحة ونقابة الأطباء بروج لمن عنده الكفاءة بروج لمن هو متوفر دائما ويتعامل مع المريض بالطريقة الأردنية المعبود وهو دكتورة كمان فيه كمان يواجب على حتى الناس اللي أقل كفاءة مفروض أنهم يتطوروا ويواكبوا ويكون فيه ناس بتدعمهم مش كل شخص قادر على اتخاذ القرار أن يطور نفسه أو حتى مثلا يتجاهل أخطاء أو يشتغل على حاله أكثر وفيه موضوع كثير مهم هو استقطابنا مش بس كوادر وجاهزية للمستشفات حتى إحنا عندنا مناطق سياحية علاجية كمان نستهدف فيها استقطاب سياحة علاجية كمان بالمؤتمر ومركزين على أن أخفض نقطة في العالم وهذا سيساعد مرضى البوست كوفيد اللي الرئى عندهم فيها مشاكل بأن يصير التنفس فيها أحسن للمفاصل للصدفية بالبحر الميت وفي بيماعين وعندنا الكثير من المناطق السياحية كما ذكرتي اللي بتساعد كثير من الأمراض الروماتيزم والجلدية وما إلى ذلك مركز عليه كله إن شاء الله يعني سريعا سريعا ميصر هو سؤال خفيف لطيف كان فيه ضمن المحاور إنكم طرحتوا رح يكون فيه جلسات توعية لأبناءنا الطلبة المقبلين على الدراسة الطب عشان يشوفوا إيش التخصصات المطلوبة أو التخصصات المستقبلية كمان المطروحة فأحكي لنا قدير رح يستفيدوا من خلال تجربتك هو عنا أكثر من ساشن في المؤتمر بتستهدف الطلاب في عمر المدارس وتستهدف طلاب الطب هناك سينعقد معهم سؤال وجواب مع خبير سوف نستقصب فيها الكثير من الدكاترة التي تخصصاتهم تخص بعض الجائحات التي تخص مجتمعنا الآن مثل التعاطي المخدرات ومثل السمنة ومثل السرطان يعو فيها طلاب المدارس عنها وأيضا بخصوص طلاب الطب هناك ساشن يعلمهم عن كيفية الدراسة وكيفية الدراسة للخروج إلى الخارج إذا ما أرادوا أن ينموا قدراتهم أيضا ليعودوا بها إلى البلد ويفيدوا المجتمع هنا يا تيك العافية أشكري ومبروك الامتياز أنا بدنا نشكركم نشكر تواجدكم معنا دكتورة يعني دائما جهودك مباركة دائما شكرا بتميزي الطبيبات وتظهريهن لأنهن مميزات حقيقة الطبيبات اللي معنا كلهم شاركوا طبيبات الأردن بمحاضرات وأوراق علمية وأبحاث ومميزات بمعنى الكلمة يعطيك العافية شكرا أهلا سهلا ويعطيك العافية لضيوفنا كمان الكرام بس يعني إحنا هيك بنحب أن نزيد ثقة المرأة بالمرأة